دائما في دراسة بعض تقنية الهندس الولاياتية سوف نرى التقنية الثانية وهي دمج الموريطة داخل الناقب طبيعة الحالي خاصة تكون دائما مسبوقة بالخطوة الأولى وهي عزل الموريطة في هذا العمل سوف نحتاج إلى المثال التالي لكي نفهمه كيفية الدمج نختار بكتيريا غالبا ما تكون هي إجريشيا كولي نعزل بلاسميدات من هذه البكتيريا ثم نستعمل هذا البلاسميد كناقل والذي نستعمله كناقل يجب أن نفتحه في موقع معين وهي موقع الفصل الواحي المتوفر عليه ثم هذا الفصل يتم بواسطة أنزيم إيكوغي والذي يعطي في عملية الفصل طرفين موحدين ونعرف الدور ديره من جاء أخرى نحن نريد أن ننقل موريطة من دوابة الخل فنعزل الدين الذي توفر هذه الموريطة ونتركه لعدة أيام للحصول على عالق جيد ثم نقوم بالقطع طبعا نقطع هذا الجزء الذي نحصل على الموريطة المرغوبة وفي جميع الحالات يجب أن نحصل على أطراف موحدة وهذه الطرفين يمكننا لسق هذا الجزء الموريطة مع الطرفين الآخرين لكي نتكامل بين الأطراف الموحدة الموريطة المنقولة و العنصر الناقل ثم بعد هذا بعد المرور ب 20 ساعة سنقوم بدمج هذه الموريطة التي اخترناها وهي المنتجة ثم في عمري الدمج يحصل تكامل بين الأطراف الموحدة للموريطة المنقولة وبين الأطراف الموحدة للبلاسميد الناقل بعد هذا نقوم بزرع البلاسميد داخل البكتيريا التي تعد بالتالي مغيرة وراتيا وتعتبر هذا الجزء للأطراف الموريطة خاص بها وتبدأ في إنتاج نفس البروتين اللي هو البتا غالكتوزيداس يعتبر ناقل في هذه الحالة هو بلاسميد البكتيريا ويعتمد خاصة كما قلنا على بكتيريا إشيريشيكولي لماذا؟ لأنها تتوفر على عدة بلاسميدات عوض بلاسميد واحد الآن دائما في بعض تقنية لندسة الويراتية نقوم بالخطوة الأخيرة تقريبا وهي رصد البكتيريا المغيرة ويراتيا في هذه العملية لماذا نقوم بالرصد؟ لأن البكتيريا لا تدمج دائما وبشكل أوتوماتيكي أو تلقائي البلاسميد المغير ولذلك تمكن هذه المرحلة الأخيرة من التعرف على ما هي البكتيريا التي أدمجت البلاسميد المغير ففي هذه الحالة سنأخذ بلاسميد ونضيف إلي مورثتين مقاومتين لموضادين حيويين A و B بعد هذا يتم إنتاج بلاسميدات مغيرة ويراتيا بعمل التي أضفنا إليها المورثة نقوم بعد ذلك بتدمير إحدى المورثتين سنختار المورثة المقاومة للموضاد الحيوية والملاحظ هو أن بعض البكتيريات فقط التي تدمجوا هذا البلاسميد المغير ويراتيا هنا لدينا بعض الأسماء الخاصة بالرموز المستحملة أو الألوان المستعملة متسري خطية الضيئين مستنسخ ثم مورثة مقاومة للموضاد الحيوي A التي قلنا بأننا سنقوم بتدميرها ثم بعد ذلك نحصل تحول البكتيري ونقوم بتوزيع البكتيريات على ثلاث أوساط مختلفة الوساط الأول يتوفر على الموضاد الحيوي B فنلاحظ على مستعمارات البكتيريات كتبنا هنا أربعة الوساط الثاني لا يتوفر على الموضاد الحيوي B ولكن على الموضاد الحيوي A نلاحظ بأنه لدينا فقط ثلاث مستعمارات بكتيريا هنا بدون موضاد حيوي لا A ولا B فنلاحظ العدد الكبير للمستعمارات البكتيريات فبالتالي نحن نجد البكتيريات المورثة المقاومة للموضاد الحيوي B فبطبيعة الحال يجب أن تتكاثر هذه البكتيريات مغير ويراتيا في هذا الوساط بينما تختفي من الوساط الثاني لأنها لا تتوفر على مقاومة للموضاد الحيوي A وتعاوي الظهور في الوساط بدون موضاد الحيوي وهي اللي عندنا وبالتالي نقول بأننا رصدنا معنى تعرفنا على موقع وجود هذه البكتيريات وبالتالي فبعد تحديد البكتيريا المغيرة يتم في النهاية تلميمها بمعنى إخداعها للتكاتر وذلك بوضعها في وسط اغتيات ملائم الهدف هو الرفع من حدة الصيفة أو من شدة الصيفة المرغوبة والتي تكون دائما إنتاج البروتين البروتين